مرحبا يعطيكم العافية نحن اليوم 18 قدر حبيت اعطي نظرة سريعة عن الطقس اللي رح يمرق فيه لبنان خلال هالأسبوع صراحة منلاحظ بهالفترة انه منخفض البحر الأحمر يلي هو كناية عن ضغط منخفض بأفريقيا عم بيتمدد نحو شمال المملكة السعودية والشرق الأوسط كله سوى عم بيشمل لبنان سوريا فلسطين ابروس غرب تركيا الكويت العراق وعم تدنى قياب الضغط الجو هيدا يلي عم بيخلي انه الكتل الباردة يلي عم تنزل من المناطق الشمالية عم تصطدم فوق شمال البحر الأحمر بكتل دافية ورطبة وعم تطلع من بحر العرب وهونيك عم بيتشكل منخفض كتير كبير رح يغطي شمال السعودية الأردن لبنان سوريا فلسطين ورح بيتمركز كمانا أكتر شي نواحي الكويت والعراق وغرب إيران إذن هيدا منخفض كتير كبير بالحجم فرح يتأثر لبنان بالقسم الأول من هالأسبوع بين التنين بعد الظهر والمساء والتلاتة والأربعة بأمطار بين المتوسطى والغزيرة وعواصف راعدية وتساقط كمانا لحبة البرد ببعض المناطق والتلج أكيد بيكون فوق الـ 1200 متر بانتظار وصول منخفض وسط النص الأسبوع الجاية رح بيكون كمانا حامل كتل هوائية باردة وتدني بمستوى تساقط السلوج لتلامس الـ 1600 والـ 1700 متر وبتستمر الأمطار يلي رح بتكون بين المتقطعة والغزيرة بتستمر الأمطار لغاية نهار التنين يعني الطقس الشعنينة لحد هالأنين بيين طقس متقلب غائم وممتر فهيدا هو وضعنا نحن بلبنان خلال هالأسبوع وعلى ما يبدو أنه أدار رح بودعنا بطقس كمانا ممتر ونيسان رح يستقبلنا بطقس ممتر إذن يعطيكم العافية وهيدي نشرة الطقس هيك بلمحة سريعة عن اللي ناطرنا بس بالنسبة للأمطار على الساحل متوقعين هالأسبوع نسبة بين المية ومية وعشرين ممتر المناطق الجبلية رح بتكون موزعة بين الخمسين وخمسة وثمين ممتر كل مناطق اللي بقعية رح بتكون مبين الثلاثين والستين ممتر يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر